الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داه وبعد فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مكونا من بدن وعقل وروح وهذه العناصر الثلاثة تحتاج منا أن ننميها وأن نغزيها وأن نعتني بها وغزاء الروح وتنميتها يكون بتزكيتها تزكية الروح وتزكية النفس من أهم العبادات التي يتقرب بها إلى ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى ولعظم هذه المهمة ولأنها ضرورية في حياة الإنسان أقسم الله بها في كتابه بعد أن أقسم أحد عشر مرة فقال سبحانه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فأقسم الله سبحانه وتعالى على فلاح من زك نفسه وعلى خسارة من لم يزكيها ومن لم يعتني بها وتزكية النفس تكون بتخليتها من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى من الغل والحقد والبخل والحرص يكون بتخليتها من الرياء والعجب من كل الأمراض التي تجعلها بعيدة عن خالقها سبحانه وتعالى تخليتها وتحليتها بعد ذلك فلابد أن نفرغها كما قال سيدنا بن عطاء الله السكندري فرغ قلبك من الأغيار يملأه الله بالمعارف والأسرار تخليتها وتحليتها بكل حميد وتحليتها بكل ما فيه خلق حسن تحليتها بكل ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى فلكي نزكي أنفسنا لا بد أن نتعاهدها دائما بأن نكثر من أداء الفرائض وأن نحافظ عليها في أوقاتها فالله سبحانه وتعالى قال كما بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه فأول شيء نزكي به أنفسنا يكون بأن نحافظ على الفرائض وثاني شيء نزكي به أنفسنا بأن نكثر من النوافل فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تزكية النفس تكون دائما بتعاهد القرآن بأن يكثر الإنسان من تلاوة القرآن في يومه وفي لحظاته جميعا يعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى يعيش مع القرآن فهذا القرآن هو غزاء للروح هو فيه شفاء لها من كل داء يأخذ بيد الإنسان دائما إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أنزله نورا على الإنسان في دنياه يسعد به في الدنيا ويسعد به في الآخرة ومما يساعدنا في أن نزكي أنفسنا أن نتذكر الموت دائما أن نعيش على هذه الذكرى في أن الإنسان منا سيموت وسيقف أمام ربه يسأل عن كل صغيرة وكبيرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى تذكر الموت من الأمور المهمة وتذكر أحوال الدار الآخرة هذه الأمور التي تعين الإنسان دائما على أنه يكون مزكيا لنفسه يحاول أن يتخلص فالنفس دائما كما بيّن ربنا قال إن النفس لأمارة بالسوء وهي من أشد أعداء الإنسان فإذا لم يزكيها الإنسان بتعاهدها بقراءة القرآن وبتذكر الموت وبالإكثار من النوافل وبالحفاظ على الفرائض غلبته نفسه ووصل إلى ما لا يريده ولا يحبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا وأن يجعلنا من المتقين اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى